عامل بالمؤسسة العمومية للرزم المعدني الواقعة بمدينة عزبة شرق يسكيكدا تنديدا بما اسموه بالتعسف في حقهم والإهمال الحاصل على مستوى المؤسسة الأجر القاعدي تيدي ما زادش لحد الآن جميع العمال الوحدة رامي طالبوا بيرفع الأجور بيشت ماشى من قدرة شرائية اللي رحي برا الناس كل رحي تاني ما قدراش حتى بيشتوكل ولا تشرب سياسة تقشف التي تنتهجها إدارة المؤسسة والتي فرضتها الوضعية المتدورة التي تعيشها وإسناد مهمة الحراسة لشركة أجنبية ترتب عن أعباء إضافية السلعة باسم هي دوزيام شوان ويحطوها في الفاكتيرا باسم بروميار شوان سوف يجير يجيبونا في السلعة ملاشين ويجيبوها كميتال تدير عشر ألف والبروميار شوان تدير عشرين ألف يحطها باسم عشرين ألف وليك ليون يطالب في النوعية إنعدام المساواة بين العمال والحديث عن مؤامرة لتكسير الشركة فضلا عن الإهمال المفضي للإفلاس أخرج هؤلاء العمال عن صمتهم وطالبوا السلطات العمومية بالتدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة مجموعة العمال 134 عام لحد الآن المؤسسة مختصة في صناعة التعليب الصناعي الموجه للتعليب الصناعي الغداء إضراب هذا رأوا على مجموعة عمال الوحدة رأوا يسروا على مواصلة الإضراب هو المحافظة على المؤسسة كي نمط تسيير العمل بالنسبة له أنه ما يتم استرف المال العام في صفقات غير مجدية مع مؤسسات خاصة خروج هؤلاء العمال بهذا الشكل هو تعبير منهم عن رفضهم القاطع للدسائس التي تحاك ضد المؤسسة قصد إعلان إفلاسها وخوصصتها قبل القضايا على مناصب عملهم على الرغم من أن الشركة كانت إلى وقت قريب تحقق أرباحا كبيرة تحقق أرباحا كبيرة تحرق أرباحاك تحقق أرباحاك